طيب ده كويس جدا حاجة تانية بقى هو احنا مفروض مفروض بنحترم القانون ولا ما بنحترمش القانون المفروض اننا كلنا بنطالب انه هزي دولة تكون دولة مدنية ودولة يحكمها القانون ويطبق القانون على الكل طيب في بعض الناس بعض الناس قالوا احنا يا جماعة عشان الناس تنزل الانتخابات نعمل لهم حوافز يعمل لهم هدايا بقى يعمل لهم حوافز اصحاب الاعمال رجال الاعمال مثلا والاصحاب السروة والنفوز في هذا البلد قالوا في تخوف انه الدعوات مؤطرة الانتخابات تأثر على الناس فلازم نعمل حوافز عشان الناس تنزل الحقيقة ده مش مسلك يعني دولة راقية خالص ولا دولة عايزة تبقى راقية يعني مش مسلك انا يعني اسف التعبير بس لازم اقولي يعني ده مش مسلك محترم ليه احنا عندنا الوقتي تلات فئات تلات فئات الفئة الاولى وهي الفئة التي تدعو الاخرين لمقاطعة الانتخابات طالع الناس كنت عندك بقى الحركة المدنية دي اللي زي ما تشوفتو صورها شوية احزاب على حركات وبيتبنوا مقاطعة الانتخابات وعايز اقول لحضراتكم ان هم داخليا منقسمين يعني احنا مش قدام حركة واحدة لا هم حتى مش قادرين يتفقوا على ان هم يدعو الناس للمقاطعة يعني كل فريق رايح لوحدة فعندنا ناس بتدعو الى مقاطعة الانتخابات وعندنا فئة تانية فئة تانية مفروض ان هي يمكن ان تستجيب الى من يطالبون بالمقاطعة ويقاطعوا هما الاثنين هما كمان يبقى انا عندي الناس اللي بيطالبوا بالمقاطعة والناس اللي ممكن يقاطع الفئة التالتة اللي زارت النهاردة من دعوات بعض الناس قالك طيب لو حد هيقاطع نديله حوافز ونقول له انزل وخد كذا كذا احنا قدام الحقيقة ثلاث فئات بيخصموا من رصيد هذا الوطن وبيخصموا من رصيد التجربة نفسها ليه لانه عندي هنا في قانون في قانون قانون واضح جدا في مسألة الانتخابات لما بيقولك انت لو مروحتش صوت في الانتخابات هيبقى وضعك ايه لو حرطت على مقاطلة الانتخابات يبقى وضعك ايه كمان لو نزلت الانتخابات وانت بتاخد حافز يعني يبقى وضعك ايه